في رعبة هورايزن الغرب المحظور يكون فيه مهارات كثيرة ومختلفة وتكون موزع على أشجار مهارات متنوعة راح نعلمكم أشي المهارات اللي ننصحكم تحصلون عليها في كل شجرة لكن قبل ما نبدأ خلق لكم أن هذا الفيديو برعاية هورايزن الغرب المحظور أول شجرة معنا هي شجرة مهارات المحاربة أول مهارة تأخذونها هي التفجير الرنان هذه تعتبر أول مهارة تشتريها في الشجرة ومن أهم المهارات وفكرتها أنك تضرب العدو في الرمح ورح تشحن الضربات عندك في الرمح وبعدها تضرب العدو مرة ثانية وتكون عليه علامة وإذا ضربتها بالسهم رح ينفجر وتسبب ضرر للعدو مهارة محاربة النورة هذه أول ضربة كومبو رح تأخذها في الشجرة وتفيد أنها تطيح الروبوتات الصغيرة وترنح الروبوتات الكبيرة مهارة مفجر يدوي هذه المهارة تخليك تطلق سهم مميز يتعلق في العدو لفترة محدودة وبعدها تضرب الأسهم العالقة بالرمح وتسبب تفجير وضرر للعدو مهارة هجمة نصف البدر هذه المهارة تخليك تقرب العدو بسرعة وتسهل عليك ضربات الكومبو مهارة قوة الاشتباك هذه المهارة تكون تتفعل باستخدام قوة الشجاعة وهي تعتبر من نوع اندفاع الشجاعة وفكرتها أنها رح تعطيك تعزيز لمقدار الضرر اللي تسببها على الأعداء بضربات الرمح وأيضا تكون ترفعها إلى المستوى الثالث عشان يزيد تعزيز والضرر فيها أما الآن خلنا ننتقل للشجرة الثانية واللي هي شجرة ناصبة فخاخ أول مهارة رح تخذه هي ناصب الفخاخ السريع هذا من النوع التعزيز الخامل يعني يكون مفعل طول الوقت أول ما تشتريه ويعتبر أول مهارة تحصل عليها في الشجرة فكرتها أنها تسرع عملية نصب الأفخاخ ثاني مهارة هي حد الفخاخ أيضا من نوع التعزيز الخامل وفكرتها أنه يزيد من كمية نصب الأفخاخ في نفس الوقت لأن الحد العادي فقط فخين وهذه المهارة تخليك تنصب أكثر من فخين مهارة المتخصص في التفخيخ هذه المهارة تعتبر من نوع اندفاع الشجاعة وتستخدم قوة الشجاعة وفكرتها أنها تعزز في قوة استخدام الأفخاخ والضرر أنها تجمنهم وشجرة الثالثة معنا هي شجرة صيادة أول مهارة هي التركيز هذه تعتبر أول مهارة تعلمها في الشجرة وفكرتها أنها تعطيك التركيز والتي تستخدمها لتبطيء الوقت وان تستخدم التصويب على الأعداء ثاني مهارة راح تأخذها هي التركيز العميق هذه تزيد وقت التبطيء وان تستخدم مهارة التركيز ثالث مهارة هي طاقة سلاح بلس هذه المهارة تزيد من سعة طاقة السلاح اللي تمتلكها أولوي وهذه جدا مهمة رابع مهارة هي إعادة تجديد الطاقة هذه المهارة تمكن إلوي من استعادة طاقة السلاح بشكل أسرع خامس مهارة هي خبير ذخائر هذه المهارة رح تمكن إلوي من صنع ذخائر لإسلحتها باستخدام مواد أقل ومهارة سيد اندفاع الشجاعة هذه تزيد من تعبئة عداد الشجاعة بشكل أسرع مهارة شق أو شق ثلاثي هذه المهارة اللي تمكنك من استخدام ثلاث أسهم في نفس الوقت وتسبب ضرار كبير الأعداء فحتى الأسهم العادية تكون قوية لما ترمي ثلاث أسهم مع بعض وتستهلك من طاقة السلاح مهارة خبير الهجوم عن بعد هي مهارة اندفاع شجاعة لما تفعلها رح يكون الضرع على الضربات من بعيد قوي جدا وأيضا لو رفعت مستواها رح يطلق العدو كهرباء لما يتفجر ويسبب ضرار كبير لباقي الأعداء من حوله وأيضا رح يرجع القليل من عداد الصحة ليولوي شجرة ناجية أول مهار رح تأخذها هي الدواء قوي المفعول ورح تخلي فعالية التوت العلاجي أكثر فعالية وأسرع في العلاج ثاني مهارة هي سعة الدواء هذه المهارة رح تزيد من عدد التوت العلاجي اللي تقدر تحملها ألوي في شنطتها مهارة دفق القنابل هذه المهارة تعتبر أسلوب سلاح وفكرتها بتخلي ألوي تندفع للخلف أثناء رمي دفعة من قنابل متفجر مهارة قنبلة لاسقة هذه أيضا مهارة سلاح ورح تخلي ألوي ترمي قنبلة لاسقة على العدو وتقدر أيضا ترمي أكثر من قنبلة وراء بعض وتنفجر بشكل متزامن أن تتحاول الضبطة مهارة حماية إضافية هذه مهارة تندفع شجاعة ورح تتم تفعيل واقي خاص للأسلحة يحميك من الضرر وإذا كانت الشجاعة لسا متاحة رح يعيد الدرعة تجديد نفسها تلقائيا شجرة متسللة أول مهارة هي الضربة الصامتة ورح تخلي الهجمات تتسلل تتسبب بضرر أكبر للعدو ثاني مهارة ضربة مع استعداد هذه المهارة أسلوب سلاح ورح تخليك تطلق سهم متفجر يسبب ضرر كبير للعدو ممتازة جدا ضد الروبوتات العملاقة وحتى الصغيرة ورح سهلك ثلاث أسهم مع كل ضربة وطاقة سلاح كبيرة مهارة الرمح الهادئ هذه المهارة رح تمكن إلوي من الضرب الرمح من غير تنبيه أي أعداء قريبين من حولها مهارة التعقب سرا هذه المهارة من نوع اندفاع الشجاعة ورح تفعل جهاز إخفاء يخلي إلوي مختفية من كل أعداء إلى أن تضرب العدو وبعدها ترجع تختفي من جديد إلى أن ينتهي مفعوله وآخر شجرة هي شجرة مروضة روبوتات أول مهارة بتأخذها هي مهارة الدفاع المتحرك ورح تخليك تتلقى ضرر أقل أثناء امتطائك على الروبوت مهارة محطم الأجزاء هي مهارة اندفاع شجاعة وفكرتها أنها تعزز ضرباتك بحيث تقدر تكسل قطع الروبوتات بشكل أسرع وتكون جدا مفيدة لو كنت تبحث عن قطع معينة من الروبوت مهارة تجاوز الوظيفة هذه المهارة تمكنك من إعطاء أمر للروبوت أثناء تجاوزه عشان يصير هجومي أو الدفاعي في أسلوبه مهارة التجاوز المستمر هذه المهارة رح تطيل فترة تجاوز الروبوتات مهارة فخ الأشواك هذه تعتبر مهارة السلاح وتمكنك من رمي رمح للأرض بينفجر ويطلع أشواك عند اقتراب الروبوتات عليه مرة ممتاز عشان تقتل أعداء أكثر وهذه كانت المهارات التي نقتراحها لكم تأخذونها في كل أشجار الموجودة في لعبة هورايزن الغرب المحظور يأتك معكم المتابعة ومع السلامة